في أول اجتماع فعلي لهم شكل جبهة موحدة وسط مخاوف مشتركة بشأن الصين تعاهد زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وفي بيان مشترك عقب المحادثات التي عقدت في البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء أستراليا واليابان والهند إنهم يدعمون حكم القانون وحرية الملاحة والطيران والحل السلمية للنزاعات والقيمة الديمقراطية ووحدة أراضي الدول ورغم عدم ذكر الصين صراحة في محادثات الزعماء الأربعة أو في البيان الختمي إلا أنها كانت في صدارة أولويات الاجتماع وأشار البيان المشترك مرارا إلى تجديد الزعماء على ضرورة اتباع نهج يعتمد على القانون في المنطقة التي تسعى الصين لاستعراض عضلاتها فيها واتخذ الزعماء أيضا خطوات لتوسيع انتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم ويأتي الاتفاق بعد أسبوع تقريبا من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن اتفاقية أوكس الأمنية التي ستسمح بتزويد أستراليا بغواصات نووية في خطوة نددت بها بكين بقوة وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت ماريسون إن أوكس وكواد يقدمان دعما مشتركا وتراقب بكين عن كثب أول اجتماع مباشر لقادة كتلة الدول الأربع الديمقراطية الكبرى التي تسمى كواد والتي انتقضتها الصين وقالت إن فشلها محتم ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاولي جيان انتقادا للتجمع على ما يبدو ووصفه بأنه زمرة مغلقة وحصرية تستهدف الدول الأخرى وقال إنها تسبح ضد طيار العصر وطموحات دول المنطقة ولن تجد من يدعمها